اهلا بكم مشاهدين الكرام نناقش خلال حلقة اليوم تداعيات قرار الاحتلال بقرصنة 500 مليون شيقل من اموال المقاصة من ناحية تداعياته وانعكاساته كذلك دور القطاع الخاص في مواجهة هذا القرار المشحف في الحديث حول هذا الموضوع ارجوكم رحبوا معنا مشاهدينا برئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سيد بسام الولويل مرحبا بك مرحبا بك اهلا بك الله خليك اهلا بك سهلا والخبير الاقتصادي دكتور نصر عبد الكريم مرحبا بك اهلا بك اهلا شاء الله شكرا على وقتكم معنا نبدأ معك دكتور نصر نتحدث عن اقتطاع نصف مليار شيقل من اموال المقاصة كيف سيكون تأثيراته الاقتصادية علينا على مجمل الاقتطاعات خاصة بانه نتحدث اليوم عن تباطؤ في الناتج محل الاجمالي وصل الى 17% ما تأثيراته علينا حجم التأثير والتداعيات بتعتمد على طريقة الخصم وهل الخصم سيكون شهري ولا الخصم مرة واحدة لو نتحدث الحقيقة القرار الاسرائيلي ما كانش واضح بس اظن اليوم توضح انه في 500 مليون شيكل عن عام 2018 ولذلك هذا ربما يتم خصمهم مباشرة مرة واحدة وفي 42 مليون شيكل شهريا عن عام كل شهر من عام 2019 لذلك اذا القرار بخصم المبلغ وكان رد فعل السلطة وقرارها اللي هو عدم استلام اي مبلغ اذا ختم خصمه اظن من هون بيجي التأثير مش من 42 مليون شيكل يعني والقرار الفلسطيني وقرار سياسي لانه رافض لهذا القرار وهي في تهديد الاسرائيليين بانه المساواة مع هذا الموضوع اعتقد يعني غير وارد الاحتلال ماذا يريد من هذا الضغط الكريم يعني نتنياهو بدأت تطلع عليه في اطار رؤية ربما عمه اشمل وانا هذه الخطورة اللي بيشوفها مش قرار نفسه لخطر اعتقد هذه استراتيجية اسرائيلية منذ تولي ترامب لليوم يعني صار في تزاوج بالافكار والطروحات بين ترامب ونتنياهو بركزه على السلام الاقتصادي اكتر ونتنياهو اعتقد بحاول هيئة الاجواء والظروف المناسبة مشان التنفيذ ما يسمى صفقة القرن عندما يتم تهي يعني ترتيب الانتهاء من ترتيبات ذلك هي نوع من الابتزاز السياسي من البواب الاقتصادي اذا بدك واعتقد بانه قرار في اطار هذا الضغط اللي هو التعسفي اللي هو غير بحق وغير مشروع على تداعياته واضح تماما بانه يعني اول مباشر تأثير مباشر يعني بتحكي اذا ما استلمتش الاموال فقدت سبعين بالمية من ارادة المقاصة بكل بساطة اذا فقدت سبعين بالمية من ارادة المقاصة الباقي سوال بتحصل محليا جباية محلية او من المقاصة اذا حتى وافقت على استلام وهي رفضت ولا يكفي اطلاقا لتغطية بتقدر تقول ثلثة لنفقات فقط ومن هون الانفاق الحكومي عبر 10 سنوات الماضية 12 سنة كان عامل اساسي تحريك الاقتصاد والعامل الثاني هو عامل العمال الفلسطينية للأسف اللي بتزايد في داخل الكيان مساعدات تراجع دورها بشكل كبير فكانوا هذول عاملين حركوا الاقتصاد وحركوا النمو بشكل قوي اليوم لما تنحلم السلطة من الانفاق وحجم الانفاق ومستوى الانفاق وتأجل جزء منه كثير هذا بعقد الحياة الاقتصادية اكتر وبنتقل مباشرة لمكونات ومركبات الاقتصاد المختلفة لانه بدك تنسى انه هذا السيولي بدها تخدم قطاعات من خلال موظفين وبدها تخدم قطاع خاص بورد سلع وخدمات للحكومي فمستوى الانفاق لما بتراجع كمان بده يؤدي لتداعيات العلاقة بالبنوك العلاقة بشكل مرتجع دور الاقتصادي كلها نقم في القطاع الخاص عند السيد بسام يعني كيف سيكون هذا القرار تأثيره على القطاع الخاص سنتحدث اليوم ليس فقط عن عقوبات اسرائيلية ايضا هناك امريكية وقف لعديد من المشاريع كيف التأثير المحتمل عليكم اخي عماد يعني هو احنا لو نركز شوية يعني حتى بالموضوع يعني الاقتصاد يعني مثلا الادارة الامريكية الحالية ولا الحكومة الاسرائيلية المتطرفة يعني شو كانوا يتكلموا كانوا يتكلموا ويعتباكوا عن الوضع الاقتصادي السيء الموجود في غزة هم يتحدثوا عن ضرورة انعاش الاقتصاد في غزة ولا في الضفة كتير هذا الكلام اسمعنا معقول اللي بيفكر بهاي الطريقة ما زال محاصرا غزة وراح وقف تمويل الانوروة اللي طبعا هي يعني غزة سبعين في المية منها يعني لاجئين وتلقوا مساعدات من الانوروة هي هاي العقوبات الاقتصادية لالاسرائيل يعني قرصنتها بتتحدث عنها وتكون بتنفيذها يعني واضح انا اذا بنتطلع على الموضوع هم يعني يضللوا الرأي العام العالمي انهم هم مع تنمية اقتصادية مع كذا لانهم باخدوا اجراءات على اراد تختلف يعني اليو اس ايد وقفت يعني مشاريحها بفلسطين وقفوا تمويل المباشر وغير المباشر والتي تقدر كانت لفلسطين الامريكان حوالي 800 مليون دولار والله هذه اجراءات من اجل تحسين وضع الاقتصاد في البلد لا هم يكذبين هم يكذبين علنا يعني هم يكذبوا يضللوا هذا الرأي العام الآن هذه المقاصة هاي فلوسنا مين بيعطيك الحق انت انه انت فاهم علي يعني بالاتفاقات المبرمة اتفاق باريس سيء الصيد خلينا نحكي وهم يعني بيجبوا هاي الاموال لانه هم مسيطرين على المعابر وبتقدوا يعني باخدوا عمولي على هذه الفلوس وبالتالي هم موظفين عند السلطة الوطنية اسرائيلي هي موظفة على هذه الاموال تاخذ ثلاثة بالمئة وبالتالي هاي فلوسنا باي حق انت هاي الفلوسنا والاشي اقتطاها هي من اين تقتطع هي من اموال الكطاع الخاص هي من ضرائب اللي بتقتطع من الكطاع الخاص وتأتي لخزينة الدولة ليش عشان كمان يتوفي الخزينة الدولة والسلطة والحكومة يتوفي بالتزامات على الكطاع الخاص برضيات ضريبية بتوريدات احنا الكطاع الخاص المورد الاساسي لكل احتياجات الحكومة والسلطة الوطنية وبالتالي هاي الاموال تأخذ من الكطاع الخاص يفترض تيجي لخزينة الدولة عشان تتفع للكطاع الخاص كل هذا سيربك الكطاع الخاص كل هذا سيؤدي لتأخير في الدفع وكل هذا سيؤدي إلى بطء النمو في هذا في الكطاع الخاص وبالتالي اتفضل يا أمريكا وتفضل يا سري تحملوا مسؤوليتكم انتو هنا لما يكون فيه تلتمية و تلتمية و خمسين ألف عاطين عن العمل هؤلاء فاهم علي من دون شغل مسؤوليت مين تشغيلهم هدولا مش مسؤوليتنا بس احنا كسلطة وطنية رغم انهم اهلنا وولادنا ومسؤولين عنهم ولكن انتو كمان مسؤولين لانه لليوم ما اخدنا الدولة كاملة اعطونا الدولة ونتحمل كل هاي المسؤولية ولكن ما زالت اسرائيل يجب ان تتحمل هاي المسؤولية هو الولايات المتحدة لان الولايات المتحدة هي المعطل الرئيسي فاهم علي للعملية السياسية كلها يعني في المنطقة نتابع معك دكتور نصر هذا القرار المشحف كيف يمكن مواجهته على الصعيد الداخلي بداية ثم نتحدث على الصعيد العربي والخارجي خلينا بس ارجع خطوة لورقة بما جاء بسؤال انتنياهو وترامب بإمنوا بفرضية منذ سنوات طويلة ترامب لحق بين انتنياهو هي موضوع السلام الاقتصادي لكي نفهم الإطار الاستراتيجي لقرارهم السلام الاقتصادي في عصى وجزراء الجزراء هي الوعودات التي تحدث عنها اخونا بسان انه ولا بنا نعمل تنمي الاقتصادي وبنا نعمل رفاهي وبنا نسهل على الناس والحركة على افتراض وبانه افتراض قائم بانهم فكروا ان رفاهي الاقتصادي تقول لمساومة على حقوق فلسطينية مقايض ضد مكاسب مع حقوق سياسي هذا واضح تماما جربة سابقا وربما جربة مع القائد الحاليا ولكنه لم ينجح انه المقايضة على الحقوق الوطنية ماهيش بمئة الملايين دولارات بدليل رفض كل ما قيل على لسانة ترامب وصفقة القرن هلأ بدهم يجربوا العصى العصى هي الجانب الاخر اللي هي الضغط الاقتصادي وله السبب ام يعتقد انهم يعني كمانما بتعالوا مع غزة كديرا بتعالوا بالضفة الغربية بيجربوا بتنقلوا بين العصى وما بين الجزرة لذلك لازم فهم هذا السياق وبدأك تتوقع كمان بانه كلما اقترب موعد اعلان عن صفقة القرن وتنفيذها كلما كمان الضغوط اشتدت اكتر وربما يعني هذه كرة متدحرية وعلينا نكون جاهزين ومتحضرين انه الصعوبات الاقتصادية ستكون اكبر مش بس في قرار هذا الحال لانه احنا خلينا نكون وقائيين اسرائيل تستطيع ان تخنق القصاد الفلسطيني تستطيع هلا هي تتحكم بكل منافذ ومفاتيح القصاد الفلسطيني بعمالة بتجارة بمالية عامة ببنوك حتى ولكنها هي يعني لان الضغوط مش مهيئة ويهي برضو تكره الفوضى اللي ممكن تنشأ عن فراغ اذا ما لا صمح الله نهارت السلطة فهم يمأجلين كل هالك القصص عبر المال يجدوا الترتيب السياسي المناسب في فك تركيب الوضع السياسي الفلسطيني بموافقة اقليمية وكوشنير اليوم مع جريم بلاتاي وبزور في الدول العربية لإداءة هذا الارضي هلا المواجهة خلينا اقرب لكم منصراحين يعني الخيارات الاستراتيجية امام السلطة الفلسطينية في الوضع السياسي والامن القائم شيء خيارات استراتيجية ضعيفة محدودة الهامش المتاح محدود هلا في بعض الخيارات اللي يفترض فكرنا فيها مش لمواقعة الازمة يفترض فكرنا فيها منذ سنين ودائما كانت تبرز على السطح لما يصير فيه ازمة مع الاسرائيليين من مضوع المقاصة وهذه الخيارات لا هي صنيعة نصر عب كريم ولا بسام الولوي للعالم كلها في ازمات بتمر فيها بتجربها ولكن المساحة المتاحة للفلسطينيين احنا لانه فيه تضييق وفيه سيطرة على المعابر وعلى الحدود وعلى مناطق سيه وعلى كل حركة الناس حتى هي ظل محدودة هلا ما على السلطة ان تأمله اولا تبدأ بما يسمى بهيك خطة مدروسة يعني بدون مضر لا في قطع خاص ولا في موظفين ولا حقوق الفئات المهمش في البلد له علاقة بترشيد النفقات والتقشف هذا جاء على لسان رئيس الوزراء من يومين لا علاقة كمان بما يسمى بالقاعدة الضريبية بدون ما تلزم ولا تحمل الناس الملتزمين ضريبيا بكاهل اكبر لا فيه تحديث عن تجنب ضريبي بناشى سمي تهرب لانه مصطلح قانوني وكان فيه كتير من العفاءات والسمحات الضريبية والخصومات اللي كانت تعطى بهدف تجيع الاستثمار كان فيه ناس كتير لازالوا بدفعوا اقل مما هو مستحق عليهم هذا القاعدة الضريبية التوسع الوفقوي هذا مطلوب وكذلك يعني الاظلم كمان لازم علينا نفحل جديا تأسيس ما يمكن زابقا اصطلح عليه بالصندوق الدوار كان خيار استراتيجي بالالفين وخمستاش لما دخلنا بنفس الازمية والاوروبيين كانوا عندهم استعداد من حيث المبدأ لتأسيس هذا الصندوق هذا الصندوق كان ينحط فيه 200 مليون دولار من مؤسسة الدولية والتحاد الأوروبي اللي يوفر سيولي عند الحاجة للسلطة ولكن هذا ليس قرض وليس هبة وإنما توفير سيولي قرض حسن لما تتاح الأموال مرة تانية لأن الإسرائيليين بقرصنوها بس هذا مش الحقهم هذا في النهاية ستبقى لديهم وذلك يعود مرة أخرى نتم تغذية الصندوق وهكذا دولايك الإجراءات الاستراتيجية أنا بدك وهذا أخبس يمكن علاق عليه استراتيجيا علينا أن نعيد الاعتبار للقطاعات الانتاجية في فلسطين استراتيجيا لأنه أنت لما وسعت الميزان التجاري الفجو في الميزان التجاري وأهملت الزراعة والصناعة وصار الناس تستورد وتستهلك ما تستورد أنت رهنت المقاصة للإسرائيليين صارت شكل 70% من إرادتك في الوقت اللي مش لازم كانت تزيد عن 30% بكل أحوال لأنه لو جبيت محليا من اللي بنته هون وبيستهلك هون كان ما انت في هذا الوضع اليوم بس إمت السياسات الاقتصادية اللي تبعت في سنوات طويلة قادة هذا الوضع طب نضم لك سيد بسام اليوم القطاع الخاص الشغل حوالي 53% من الأيدي العاملة أنتم في القطاع الخاص كيف برأيك يعني هو تكمل للسؤال كيف ستواجهون هذا القرار هناك مخترحات استراتيجية معينة عمل مع الحكومة لربما تنشيط القطاعات الانتاجية ماذا تريدون كيف بالإمكان حل هذه المشكلة أولا إحنا دائما بنقول هذا موضوع اللي حصل هو بهم الحكومة بهم القطاع الخاص بهم المجتمع المدني بهم الشعب الفلسطيني كله وبالتالي على الحكومة إشراك الجميع لازم نقعد ونفكر استراتيجيا يعني اليوم إحنا في اجتماع يعني حصل أنه ممكن فيه هناك مقاطعة يعني بضاعي إسرائيل هذا مع الاحترام والتقدير لهذه النشاطات هذا ردات فعل أنا ما بدي ردات فعل بالآخر أنا بدي خطة استراتيجية أنا إذا بعزز المنتج الوطني طيب يجوه معناه تعزز المنتج الوطني وتطويره والسلة الغذائية والسلة ماش الغذائية وغير الغذائية إذا ارتفع استهلاكنا من المنتج الوطني معناته كل استهلاكنا فاهم عليهم يبضع اللي بتيجي من إسرائيل وغير إسرائيل هذا واحد تعزز المنتج الوطني ولازم المنتج الوطني يدخل في ثقافة يعني الأطفال من المدارس ويطلع فوق استراتيجيا إنه صير بس يفكر اليوم احنا بناء الرقام مبارح يعني دارت الحساب تقول احنا صدرنا اكتر من مليار وستين مليون طيب شو صدرنا وين صدرنا ما احنا غذاء وصدرنا حجر وصدرنا ادوي وكذا طيب اذا كادر انا اصدر الادوي لاوروبا ولا روسيا ولا دول عربية لليش ادرنا اقول يعني فاهم علي الادوي تابعة جودتها وجودتها مش معقول وكمان احنا الشعب الفلسطيني نتحمل مسؤولية بالاخر بدنا نكون ورايحين هذي بلد كاعدة فاهم علي بتهم كلياتنا مش بس القيادي ولا الحكومي وانا كشعب بدي افكر لازم المواطن الفلسطيني يعرف انه كل استهلاك بزيد عندي عشرين الف دولار انا بخلق فرصة عمل كل عشرين الف دولار انا بصدرها بخلق فرصة عمل وبالتالي المنتج الوطني وتعزيزه سواء بالاستهلاك المحلي او التصدير كمان بدي اصدر ونقدر نصرقني عن المنتجات الاسرائيلية هلا مش معناته فيش دولة في العالم ما عندهاش استيراد مزموط ولا لا بس بدل ما استورد ست مليار ممكن استورد ثلاث مليار اصير مليار اخفض هذا واحد وبالتالي كمان الاحلال انا بدي حل اصير انتج في الانتاج يعني دعم المنتج بدي ازيد الانتاج اللي بستورده من 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 اسرائيل ولا من غير اسرائيل بدي اصير انا انتجه كمان هون كزا وخاصة زراعيا طلع انزل على السوق انت بتقدر الشو فاهم عليه شو في محلات الخضرة خلينا ننتجه يا سيدي شو هالكشو هالكصة الكبيرة يعني مثلا شو هالكصة الكبيرة يعني اني انا انتج فاهم علي المنتجات زراعية اسرائيل بتنتجها هيدا اتنين تلات لازم اتعامل مع اسرائيل على ارضية المعاملة بالمثل على قاعد اتفاق باريس ووصلوا بكلك حرية حركة للبضائع والعمال والمال مضبوطة دكتور ناصر طيب وينه الحرية بس الو الو هو بيجي هون الجيش بدخل وبضاعته بتدخل وكل شي من اسرائيل بدخل هون لا حسيب ولا ولا رقيبا احيانا خاصة المنتجات الرقابة وين انا معطيها اكتر شي على المنتج الوطني على رأسي وعين انا موافق كريس الاتحاد سماعات راكبنا ولكن اللي بيجي من اسرائيل ومستورد كمان اخذوا على الرقابة هذا مهم اجراءات مواصفات ومقاييس تنتجزم في هالمنتج الاسرائيل اللي بده يدخل هون بده يتزم في المواصف الفلسطينية مش التكن الاسرائيلية هاي العبارة نصور تكرهها واذا هم كعبوا كلك الحلال الاسرائيلي ولا بصريش الكشير اعمل انت كمان مواصف الى الحلال وبده روح افحص مصانعك انا باسرائيل واسمع لك تيجي هون التحامل بالمثل في اكتر من عشرين سلعة بقرار اسرائيلي ممنوع تفوت اسرائيل الالبان والادوية واللحمة والعلق طيب مثيلاتها الاسرائيلي ليش بيجي مش قصة مقاطعة هلا مقاطعة حط على المثل هلا التحامل الباني ممنوع تفوت اسرائيل ممنوع البانك تيجي هون العلف تبعي ممنوع تفوت اسرائيل ممنوع على فكيجي الادوية تبعت ممنوع تفوت على اسرائيل ممنوع ادوية تكتيجي هنا نقطة مهمة كمان حتى لا نعتمد على الاسرائيليين في جمع المقدة بدنا البندد بدنا البندد ايريا فاتفاك باريس في بندد ايريا خلي البضاعة تيجي من مواني في حيفا تيجي على المنطقة البندد الفلسطيني وهناك سورة يصرها وتدفع الجمارك تبعتها وبالتالي بتخفف انت من ابتزاز الاسرائيليين لانه هذا ابتزاز سياسي امريكا واسرائيل لفت العالم العربي والعالم الاسلامي والاوروبي عشان يخلوا الموقف الفلسطيني يتغير يعني بالنسبة لصفقة الكرن هاي والموقف القيادة الفلسطينية ثابت يا اخوانا مضبوط ولا لا ثابت وبالتالي هلا صارت عندهم يعني بدهم يعملوا خميق علينا عشان هذه القيادة تتنازل هدولا هم مجانين لانه لا ترامب كاري التاريخ ولا ندنياهو كاري التاريخ فشرطه والله نموت فهم علي ولا نركع نموت جوعا ولا نركع طب دكتور دكتور في موضوع المنتج الوطني وهو مهم لماذا يعني اسرائيل تتحكم في بروتوكول باريس هل نحن فعليا نقادرون ان نفعل شيء سيد بسام اشار بانه ثقافتنا لحد الان مش كتير يعني فيه هناك ناس بمارع من المنتج الوطني ولسه ما اقروش بقوته ماذا علينا ان نفعل وكيف هم كانت نتعامل مع بروتوكول باريس يعني حتى انا شايف حديث عن بروتوكول باريس اليوم في هذه المرحلة اعتقد انه صار ورانها يعني اذا بدك العلاقات الاقتصادية على الجانب الاسرائيلية مفروضة بحكم الامر الواقع وقول العسكرية ما هذا في قوت الاحتلال يعني هم اعطاحوا باتفاق باريس معظموا في 2002 واخر مصمار دكوفي نعش اتفاق باريس يوم قطاع المقاصة وبالتالي اصلا هم اللي يلتزموا حتى في القطاع المصرف اللي يلتزموا اذا بدك اليوم تفتح اتفاق باريس اخشى ما اخشى انه يعني انه يكون شوية تدعيات سياسية مش كتير مرحب بها اليوم لانه الاسرائيليين كمان مش مستعدين يعطوك سلمك مفتح الاقتصاد دك تفرض امر واقع على الاسرائيلي كيف ده قل المنتمعية يعني اقول لك شوية يعني مثلا زي ما قال بسام ليش ما هالتجربة الـ 25 عامي نعمل خلوي يومين ثلاثة لكل الشراكة بشراكة معا بكل مكونات المجتمع الفلسطيني وتتراجعها التجربة ما هو برضو هذا جزء منه انه متحملوا احنا جزء من السياسات اللي ربما اجتهدنا فيها لكنها ما كانتش اتجاه الصعيح الفلسطيني من كل مقاومات صمودها وروح اصير اشجع الاستيراد بشان اشجع المقاصة ما بزبطش ارجع للزراع والصناع والسياح انا بذكر في 2016 في سهل شهر 9 عمر مؤتمر مهم لماس معهد ماس حول البداية الاقتصادية المتاحة الاقتصاد الوطني وحضروا حتى الاخ دولة رئيس الوزراء وشكلوا اللجنة من القطاع الخاص لجنة سموها والقطاع العام لمدابعة هذه التوصيات وكان فيها توصيات تدعم القطاع التاجي وتحاول تفكك هلك تبعيه الاقتصاد الاسرائيلي وبعدها اللجنة لم تعمل شي اختفت لذلك انا اظن اذا بدك تفكر استراتيجيا ترجع بهالخلوة هذه تقول وين اخطأنا وين اصبنا تحاول كدر ما يتصوّب السياسات يعني مثلا هل يعقل بانه الفجوات اللي في سوق العمل الضزمه هل يعقل بانه السياسة الضريبية تجاه القطاع الخاص الفلسطيني خصا الزير المتوسط اللي بده عناي ورعاي تبقى زي ما هي هل يعقل انه الانفاق الحكومي على القطاع الزراعي والصناعي كل القطاعات الاقتصادية يبقى اقل من واحد في المية من موازنة السلطة هل يعقل بانه نضل الباب الاستيراد مفتوح بهذه الطريقة العشوائية بحيث يصير في اغراق وتخرج كل القطاعات الصناعية الحيوية اللي كانت عيشة الفلسطينيين حتى تحت احتلال هل يعقل بانه سلة الاستهلاك الفلسطيني الضل ثلاثين في المية فقط منها من المنتج المحلي بينما السبعين بالمية من الخارج وبالتالي المعاملة مثل الندية هذه مهمة بدك تفرضها على الارض كيف بدك تفرضها على الارض هو لا بدك تبحث في الوسائل والادوات منها ثقافة المستهلك منها نشاط الضابطة الجمهوركية والاجهزة المختصة بحماية السوق وتنظيم السوق الداخلي منها يقع عقة مسؤولية القطاع الخاص نفسه لازم يبدي يرسل برسائل مختلفة شوي فيها شوية يعني طمأني اكتر حول الجودي وتسعر التنافسي وأنا أظن نشتغلوا وبعضهم استفاد من فرص سابقة لكن المقاطعة كما فهم بقيت موسمية ارتجالية يعني بمعنى أنه والله لما الإسرائيليين بعاكبونا بنقول بدنا نعاكبهم بس لم ينت الموضوع زي ما كيف قبل شهرين الزراعة بنرجع عنه لذلك أنا أظن استراتيجيا بدنا نفكر أنا أعتقد رأيي بأنه النموذج الاقتصادي اللي تم تبنيه منذ تأسي السلطة لليوم وتم تعميقه منذ عشر أسنوات هو خاطئ تماما هذا النموذج يجب أن نتغير لازم نبحث عن نموذج مختلف يلائم مقومات الشعب الفلسطيني وقدرة الصمود لأنه بدك الشعب الفلسطيني لشان يواجه معك الخيارات السياسية الصعبة ويدافع عنها تزيد حصانته ومناعته كيف بدك تزيد حصانته ومناعته بدك تتمكنه قصديا قدر الإمكان مش تعيشوا في رفاهية وتعدل في توزيع الفرص والموارد بين الناس حتى لو العبئ الآن اللي بده يتحملوا الناس يكون في عدل لأنه إذا شعر فئة أنها تدفع الثمن وتستفدش في الحروب وتستفدش من الثبار السلام هذا مشكلة ولذلك أعتقد التمكين والعدالة مصطلحين مهمات لازم انتبه عليهم سيد السام يعني إضافي بس اسمح لي إحنا يجب أن نتوجه لمناطق سي ونبني منشات ونحفر آبار توازية ونتحدى هذا الاحتلال وخلي يجي سكر ماشي إحنا وياه والزمن طويل هذا واحد اثنين إحنا عملنا اجتماع للمسج التنصيقي للقطاع الخاص أنا كرئيس للمسج التنصيقي في هذه الفترة إحنا لأول مرة وبنوجه رسالة وبنقول هذا الاحتلال لأمريكا لا سنكون بإجراءات احتجاجية واضحة إحنا ممكن كقطاع خاص كمان نلتج إلى القانون والدولي ضد هاي الإجراءات اللي بتكون فيها إسرائيل وأمريكا ضد الشعب الفلسطين وعقوبة وعقابه يعني هي أمريكا هاي الكوة العظمى بدأ شرات العالم تفكرش الله بها بفلسطين في الضغبر الغربية وغزة بلال مشان إسرائيل يا رجل البلد هذا عالم عالم في ست عشان سبعة ثمانية مليار يعني جام فهم شو ك الزب هلأ إثنين بدنا وقت كبير خلاني نحكي محليا إحنا محليا بدنا نكون بإجراء كقطاع الخاص لأول مرة ونناقش جديا و نناقش جديا وسنقدم هذا الكلام قريبا ولكن إحنا مع النظام السياسي والذي بفكر فيه بدنا دائما نكون يعني موحدين مع الحكومة موحدين مع المجتمع المدني احنا كقطاع خاص جزء من هذا النسيج ما مشكلة مجتمعاته عدة مرات السابق لا بس احنا بنفكر هلا باجرات ممكن نروح لها اضراب شامل ضد اجرات الاسرائيلية كقطاع خاص سكر منشآتنا ممكن نعمل مطمر صحفي فاهم علي وبجميع اللغات وان كل العالم تعالوا تفرجوا شو اللي كاعدة بتعمله في اسرائيل بدعم امريكي مع الاسف بدعم امريكي لن تستطيع اسرائيل ان تعمل كل هاي الاجرات لو لا هذا الدعم اللي من البيت الابيض بيجي على مستوى السياسات النقدية والمالية دكتور ناصر يعني كيف تراها هل هي كافية لتنشيط الاقتصاد واليوم نحن امام موازنة جديدة موازنة 2019 ما يجب ان تحمل هذه الموازنة وشوف سياسات نقدية مع الناشا احنا عنا سلطة النقد بتقدرش تمارس سياسي لانه في الشعملية احنا بمارسوا الرقابة على الجهاز المصرف والجهاز المصرفي كقطاع متماسك الحقيقة وادى دور كويز في اخر فترة واعتقد بانه دوره كان نشط في الاقتصاد وحرك الاقتصاد كتير الاقراض المصرفي لم يبصل 8 مليار دولار يعني هذا سيول كبير بالاقتصاد الان بالنسبة للسياسة المالية انا منذ زمن طويل وانا ناقد موضوعيا للسياسة المالية لانه اظل لا سياسة ضريبية عادلة وتحفيزية ولا السياسة الانفاقية كمان عادلة وتحفيزية لانه بصراحة الموازن الفلسطيني منذ سنوات وسنوات هي بتاخذ شكل ثابت فيش فيها مرونة كبيرة ما بتستجبش الاحتياجات ما بتتغيرش بتطلع على البنود بتلاقيها واحدة وانا اعتقد كمان نزل بنعيد النظر في موضوع العفاءات الضريبية معلش قطاع الخاصة سامحنا شوي يعني برضو العفاءات الضريبية اللي يجد في قانون ترجع الاستثمار يعني بتحكي عن أمئات الملايين من الدولارات تعطي تعفاءات مشان تشجع الاستثمار فعلا اللي بنعطي عفاءة ضريبية باستثمار في البلد بيخلق فرص عمل وبالتالي خلق فرص عمل بيجيب ضرائب يضافي هذا في الدول ثبت فشله وبالتالي اليوم الدول ما بتعطي عفاءة ضريبية وذلك اليوم بتحساهل إجراءات دارية تعطي دعم نفاذ للأسواق بتقدم دعم فني السياسة الضريبية السياسة الضريبية السياسة الضريبية يعني انا اظن بدها مراجعة بدها اصلاحات بدها اصلاحات جدية لان اعتقد كتب سابقا اكتر مرة حول عدم عدالتها وانه لا هي محققة الهداف الاقتصادية مش هتحفز النمو ولا تحفز القطاع الخاص ولا استثمارات وبدأ لي انه اخر عشر سنين اذا بدك وعطيت القطاع الخاص وعطيت حوافة ضريبية لكن الاستثمارات اتراجعت الا في قطاع العقاري فقط حتى قطاعات الانتاجية مكانش لحظ كبير اذا بدك الهداف المالية حققتها السياسة الضريبية هو يبدو كل سياسات الحكومية الفلسطينية ما هي بدها شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والخاص يعني لا نكفي ان نقول بانه هناك تخفيض ضرائب ولكن بدنا سياسات وطنية واضحة في هذا ما هو الشراكة كيف تلجأ ما هي مأسسة الشراكة يعني مسواش نظل شراكة وكأنه القطاع الخاص والقطاع العام هم الوحيدين في البلد والقطاع الخاص ما احترامنا وتقديرنا جدا لدوره واحنا مع داعمين لدوره والقطاع العام برضو احترام بس ما هو برضو في اراء اخرى مجتمع كامل ما هو القطاع الخاص ما هو بمثل شريحة واسعة ثلاثين القوة العاملة مش هيك اذا مش اكتر بس كمان القطاع الخاص مع مجتمع مدني يفترض ما هو خاضوا مرة معركة ضد قانون الضرائب في 2011 قطاع خاص ومجتمع المدني والقوة الفاعلة ونجحوا لذلك انا اعتقد من ما نقصر الحوار فقط على لجنة اسمها يسموها لجنة وطنية سيدي مجلس اقتصادي اجتماعي يدعو له الحكمات مجلس سياسات يعني ليش الله قطاع خاص يكونوا مع قطاع عام بعدين يصير اثير وغضب الناس انه يعني شو يعني القطاع الخاص ما هو برضو القطاع الخاص في اكثر من قطاع خاص مجلس سام ما رأيك في الحديث عن الموازنة والضرائب هل هي كافية لديكم تنشيط الاقتصاد وتحفيزات في هناك اولا يعني عملية الترشيد واللي احكى فيها الحكومة وحكى فيها سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء كويسي ولكن زي ما احكى في البداية الدكتور نصر احنا لازم نروح ضريبيا بالموضوع الوفقي يعني نشوف مين اللي بتجنب الضريبة بناشى نقول بتهرب بتجنب الضريبة انه نجيبه اثنيا شو اللي بدرب المنتج الوطني احسان اللي هو لما انت عم تستورد و بتجيب مقاصات من اسرائيل او بيانات جمهوركية بتكونش دقيقة وصحيحة صحيحة وبالتالي يجب باعادة تقييم هذا البيان الجمهوركي حتى اولا ارادتك يزدي واثنين انت بتحمل منتج الوطني ولكن يعني بديش احكي لك عن سلع يعني في مرات سلع بتكون يعني هذا الكنطينر اكل شيء ممكن بسؤاله مئة الف دولار هما مشتريينه بس جايبين لك بيان جمهوركي بعشر تلاف يعني شو مصرحين اكثر من عشرة في المية وبالتالي لازم يكون امكانية عند وزارة المالية لعادة تقييم هاي البضاعة اللي جايه والبيان الجمهوركي عادة تقييمه طلع بدنا نفكر بطريقة نحفز الاقتصاد باي طريقة نحفزه اليوم الناتج القومي خمستاشر مليار ولا اربعتاش ولا خمستاشر مليار ليه ما نفكر في اللي حكيت دكتور نصر مجلس نسميه مجلس السياسات الاقتصادية المالية يشارك به الحكومي الكطاع الخاص المجتمع المدني وخبلاء موجودين نقعد ونفكر في خلوة انه كيف لنا ان نزيد الناتج القومي من خمستاشر مليار لا تلاتين مليار هذا التحدي لا الاحتلال هذا التحدي لما تكون به يعني امريكا من اغلاق منافذ وتحريد من اجل فاهم علي وقف التمويل للحكومة والسلطة وبالتالي بدنا نفكر خمستاشر مليار كيف نعملهم تلاتين مليار كيف نعملهم خمسة واربعين مليار كل مكونات المجتمع لازم تقعد ونحفز ما بصير يعني انت بجوز تستغرب وفي بعض التفاصيل مؤلمة مرات بصير يعني انا بجوز قبل ما دخلت احكيت لكم عن قصة في الزراعة بدنا نشجع المزارعين مش مع كل رضيات المزارعين يعني لما واحد بده استلمها مخصوم منها مبلغ كذا مقابل دراسات خمسة في المية خدمات تلاتين في المية عشان درق المخاطر يعني بدنا نفكر شو اللي عم بصير كاعد بالعكس انا مزارعا بشتغل بده ادعمه بده اعمله بنية تحتية بده اكله اشتغل مشان الله شو البديل على انه فاهم علي هذا المزارع بده يترك مزرعته شو البديل بده روح اشتغل في اسرائيل او في المستوطنات ما هي المستوطنات يجب نتجففها مصيبة صح ولا لا وبالتالي بدها كعدي استراتيجية ونفكر استراتيجيا لا يجوز ان نبكان وفكر في رضات فعل شكرا توقعاتك وقعت نعم غير متفائلي يعني هلواجه صعوبات اكتر وانا اظن هذه كرة ستتحرج علينا نكون مستعدين لها والجميع يفكر بطريقة وطنية اكتر وانا اعتقد نتخلى عن خلي نسميها النفعية الشخصية ونحاول انقدر ان نخرج بتصورات استراتيجية حول كيف مواجهة الازمة ومش بس ما بعد الازمة لانه نفكر بس بحدود الازمة مشكلة احنا شعب تحت احتلال احنا نظلم مشان نتحرر مش مشان نزاع تجاري واقتصادي مع الاسرائيليين خبير الاقتصادي دكتور نصر عبد الكريم شكرا لك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية سيد بسم الولويل شكرا لك شكرا لكم على وقتكم معنا وبهذا نصر ومشاهدين الكرام الى نهاية برنامج المجلة الاقتصادية دمتم بالفي خير شكرا لكم على اشتركوا في القناة